تفاعل قرار مجلس بابل الذي اتهم المطالبين بعودة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم بالإرهابيين وإحالة من القضاء على أكثر من صعيد في موقف يعكس الإصرار على عدم عودتهم إلى ديارهم وفي جديد ردود الأفعال طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان رئيس الوزراء حيدر العبادي بمحاسبة مجلس بابل لمنعه عودة نازحي جرف الصخر وأكد مدير المرصد مصطفى سعدون إن هناك تدخلات خارجية تعمل على منع عودة النازحين إلى مناطقهم يعني من الضروري ويجب على السيد العبادي أن يتخذ قرار عكس القرار هذا أو يحاسب على الأقل من صوت على قرار رفع دعاوى قضايا بكل من يطالب بعودة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم القضية تحديدا قضية جرف الصخر لها أبعاد سياسية أكثر من كونها قضية أمنية وقضية خدمية بحسب ما يتحجج بعض أعضاء مجلس محافظة بابل بعدم عودة النازحين والقضية هي ليست عراقية فقط القضية تتجاوز الحدود العراقية وتصل إلى دول أخرى لذلك من الضروري أن يكون هناك موقف عراقي موحد يعني ينطلق من إرادة حكومية وشعبية بعودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم وعكس ذلك عدم عودة النازحين سيهدد الوحدة الوطنية وسيؤد كل مشروع للمصالحة الوطنية